السلام عليكم ورحمة الله ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب دايما تبقوا بخير النهاردة عامل لكم وليمة كبيرة بقى من جوانح الفراخ ان شاء الله هتبقى وصفة جميلة كده هما وصفتين وهتعملي منهم وليمة كبيرة جدا هتفرح كل الولاد بقى وترضي كل الازواء اللي عايزها اي نوع بقى من الانواع دي يعملها آآ ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتنسوش تحطونا اللايك وتابعونا في القناة بقى ان شاء الله وبرحب بكل المشتركين الجداد اللي معانا ومتشكرة جدا على كل كلمة حلوة والله بتقول هالي يلا نبدأ مع بعض هنبدأ بسم الله هنا عندي كيلو من الجوانح آآ يعني متستغربيش ان انت هتعملي الوليمة الكبيرة دي من الكيلو من الجوانح آآ بس والله فعلا يعني فكرة حلوة جدا وموفرة والولاد فرحوا بيها جدا وكانت وصفتين حلوين جدا وما هنا عندي بقى كيلو من الجوانح انا نقعال اول طبعا في ميا وآآ خل وسكر وملح ولمون زي ما احنا عارفين وبعدين شلتوهم من النقع وقطعتوهم بقى كده لان انا بنقعهم اول ما بجيبهم من عند الرجل وبعدين بقى جبت هنا بقى بلتين كده بعد ما رسلتهم كويس ثاني ونشفتوهم آآ حطيت بقى في البلتين حطيت ملح وفلفل وآآ ده من اتفق عليه في التدبلتين وبعدين حطيت بقى في التدبلة اللي هيعملها الجوانح المقرمشة حطيت فيها بصلايا مفرومة معلقتين زي الزبادي الكبار وحطيت عصرة لمونة وحطيت معلقة من البصل بودر توم بودر بابريكا كل التوابل بقى اللي بتحبيها آآ متنسيش عصرة اللمونة معلقة زيت كبيرة والتوابل اللي انت بتحبيها وبشرة الطماطم وبشرة البصل دي التدبلة بتاعت الفراخ المقرمشة التدبلة بقى بتاعت الجوانح اللي انا هعملها في صنية بالزعتر حطيت بقى البصل آآ مقطعها جوانح آآ فلفل الوان آآ زعتر طوم آآ هتحطي برضو معلقتين كبار من الزيت او معلقة سامنة كبيرة معلقة طوم كمان مفرومة كبيرة هنقلب بقى كده بتاعت الجوانح زي ما انا قلتلك كده احطي التوابل اللي انت عايزاها بس الاساسيات الزبادي واللمون آآ دول من الاساسيات علشان احنا مش حنحط آآ بيض مع التدبلة دي مش هعمل الفراخ او الجوانح دي ما بعملهاش بالبيض والتدبلة دي برضو احنا المكون اللي فيها برضو الفايصل عنين الثانية ان نحطها فيها زعتر علشان هحط تحتها بطاطس كده البطاطس بقى بالزعتر مش عايز اقولك هتطلع حيلة ريحة وطعم فضيع وتقسيمي بقى الكيلو الجوانح عندك على النشطين او على حسب بقى شوفي الاكتر هتتحبف ايه او بتتفضلوها اكتر في البيت ايه واعملي الوصفة اللي انت تحبيه بس انا هنا وسمتها عشان اوليكي ان انت ممكن تعملي اكلة حلوة وسبيرة ومشبعة وتنوعي في الاكل كده من كيلو بس من الجوانح انا رصيت هنا كده بطاطسيتين كده وقطعوهم بالطول ورشيت عليهم رشة الزعتر علشان ده المكون الاساسي في او الريحة الاساسية والمجهة الاساسية اللي هتبقى في الصناعة وهتحط بقى رشة ملح وفلفل كده وبردو لو حب هتحطي رشة كمون مع التدبيلة بتاعة الاساسية دي هتبقى حلوة جدا وهتحط بقى كل الجوانح بالتدبيلة بتاعتها اللي احنا عاملينها بشر الطماطم الفلفل للالوان آآ وتحطيها بقى في الفرن حاولي ربع ساعة كده لت الساعة لقى ساوي تحطي خمس داقيق او عشر داقيق في الاول والعشر داقيق التانين تحطيها متغطية يعني في الفرن والعشر داقيق التانين بقى وتحطيها ايه آآ من غير آآ متغطية عشان تاخد لهم هنا في طبق بقى جبت معلقتين كبار من الدي وحطيت عليهم معلقة بيكنج بودر كبيرة هي دي اللي هتخلي عندك القرمشة بقى الجميلة بتاعة الجوانح من غير بيد ومن غير يعني لبن ولا اي حاجة هو بس التدبيلة اللي احنا كنا عاملينها الزبادي وبشر بشر الطماطم وبشر البصل والتوابل بقى اللي انت عايزة تحطيها حطيها ومن نفس التوابل اللي حطتيها في التدبيلة بتاعة الزبادي والبصل حطيها برضو على المعلقتين الكبار دي والمعلقة بودر وهنحط بقى كيس كمان مع هنا مثلا فيجيتار اي بقى آآ الحاجات اللي بتخلي الفراخ مقرمشها دي بقى من برة انت بقى ممكن تجيب اي نوع من برة وحطيه بقى مع التدبيلة دي اساس التدبيلة دي المعلقتين الدقيق ومعلقة بودر الكبيرة هنقلبهم بقى كده مع بعض ونحط بقى كيس الفيجيتار زي ما قلت لكم آآ عايزة تخليها حار بقى ممكن تحط معلقة او سنة شطة عايزة تخليها من غير ما تنشطة تعمليها اهو بصوا كيسة اهو على حسب الكمية اللي عندكم بقى تحط كيسين على معلقتين الدقيق هتزاودي معلقتين الدقيق دول اكتر كمان على حسب بقى انت هتجيبي يعني كمية ايه؟ ماز تزاودي الجوانح ممكن تعمليها اتنين كيلو جوانح بس من الجوانح يعني من الكيلو والله في عملت آآ هتشوفوا الكمية معي وهتكيد شفتوها في اول الفيديو هي دي كل الكمية اللي شفتوها دي من كيلو جوانح بس وانطلع بقى دي انا كنت سايبها حوالي ساعتين على الاقل علشان طبعا ايه تستوي بسهولة لان دي هتتكلف الزيت آآ فهي عشان اي حاجة فيها عضم شوية بنحب نتبيلها اكتر وقت علشان تدبيلة تدخل جوه الانتجة بتاعة الفراخ وتستوي بسرعة معنا في القليل. اطلعها بقى من التدبيلة كده واحطها بقى على الفيجيتار اللي عندنا او البقسمات اللي عندنا ده وهقلبها ولا بيض ولا اي حاجة. وتدبيلة خفيفة كده او آآ طبطينة خفيفة كده بس من البقسمات. ما تخليهاش كتير تقعد كتير في البقسمات ده وتنفضيها كده وتفطيها بقى ايه في طبق. وبعدين في زيت غزير النار عالي قوي. هنزل بالآ بكام واحدة كده. وبعد ما حطوهم في النار العالية دي استنى ايه حوالي خمس دقايير. وبعدين اهدي النار اخليها نار متوسطة واسبهم كمان عشر دقايير. اطلع معاك مستوية وزي الفل. وطبعا الصانية حطيناها في الفرن هنطلعها بعد ربع ساعة. زي ما قلت لك تكشف عليها كده او بعد عشر دقايق تكشف عليها لشان تاخد اللون اللي انت عايزها تحت الفرن. وبالهنة والشفة بصوا بقى الجمال مش عايز اقول لكم بصوا كطبقين وهو من الفراخ او من الجوانح المقرمشة. غير الصانية دي في بطاطس وفيه بقى الصوس والبصل اللي خاد لون من الفرن. آآ هتعجبكم جدا وريحة الزعتر كانت هايلة. جربوا البطاطس بالزعتر دي مش عايز اقول لكم جميلة جدا. هتعملي بقى صلطة خضرة جنبها او حبة درشي وحبة رز. هتبقى وصفة جميلة وبصي ملينة الدنيا بحبة جوانح بسيطة. وترضي كل الازواء بقى اللي عايز هتعمليها لهم قرمشة بصوا القرمشة دي. ما تنسيش معلقة البكينج بودر وهتدعي لي وهتعرف ان هي دي سر ايه القرمشة الصح يعني. بصوا سوا من جوه هوا جنب العضن السوا زي الفل آآ وبالهنة والشفة ويا رب تكون الفيديو عجبكم. والوصفة عجبتكم. آآ تنسوش بقى تدعمونا بلايك حلو تقولولي ايه رأيكم في الوصفة لو عجبتكم. وهتجربوها او لا لا واللي هتجربوها يقولي ان هو اجربها وعجبته. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك علشان نكبر معاكم. مع السلامة.